الحمد لله رب العالمين الحمد لله الموجود أزلا وأبدا بلا مكان المنزه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المخلوقات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا أين ولا مكان ولا جهة ولا حيز له سبحانه سبحانه جل ربي لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء لا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد الرسول الله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم ويتجدد بكم اللقاء في هذا اليوم الطيب لنعيش مع معجزة الإسراء والمعراج لنعيش في رحاب هذه المعجزة لنعرف بعض ما حصل فيها لنأخذ العذرة والعبرة ولنعرف مكانة وفضل نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه كلما جاء شهر الله رجب يذكرنا بمعجزة الإسراء والمعراج وعلى رأي كثير من أهل العلم أنها حصلت في السابع والعشرين من شهر رجب ومعنا اتصال ألو ألو وعليكم السلام ورحمة الله فضل يا فن حضرتك بتكسليه في الصلاة ولا حاجة طيب حاولي حافظي على الصلاة وحافظي على الأذكار التي تقرأ ودائما خلي سرطة بقرة شغالة في البيت واستعيني بالله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعني يحفظكم من كل مكروه وسوء بارك الله فيكم فمعجزة الإسراء والمعراج يعني كنا تكلمنا في حلقة سابقة عن المعجزة وتعريفها ونحو ذلك فلنذكر بتعريفها سريعا لماذا؟ لأنه إذا عرفنا معنى المعجزة يصير الأمر سهلا على الإنسان لأنه كثير من الناس مما يكذبون هذه يعني يكذبون الإسراء والمعراج أو ما حصل في الإسراء ونحو ذلك لأنهم يجيرون يجيرون هذه المعجزة على قوانين العقل البشري ونقول المعجزة هي أمر خارق للعادة يعني على خلاف ما اعتاده الناس المعجزة هي أمر خارق للعادة يظهره الله يجريه الله يظهره الله على يد مدعي النبوة ومعنى مدعي النبوة أي بصدق أي بصدق لماذا؟ لأنها من شروط المعجزة تكون سالمة من المعارضة بالمثل يعني السحر يعارض بسحر مثله مثلا فرعون لما جمع السحر ألف ساحر جمعهم لسيدنا موسى عليه السلام فسيدنا موسى ما جاء به من قبيل المعجزة ليس من قبيل السحر أما سحرة فرعون يعني استعملوا سحرة تخييل للناس خيلوا إليهم بسحرهم أن هذه الحبال والعصي خيلوا إليهم أنها تسعى فلما سيدنا موسى أمره الله بأن يلقي عصاه فألقاها فالتقمت تحولت إلى ثعبان حقيقي والتقمت كل الأشياء التي ألقوها التقمت هذه الأشياء هذه الحبال وهذه العصي ثم أخذها سيدنا موسى أمسكها من فمها فتحولت إلى عصى كما كانت فهذا ليس من قبيل السحر ولكن هذا من قبيل المعجزة لسيدنا موسى عليه السلام لأن السحر يعارض بسحر مثله السحر يعارض بسحر مثله يعني قد يأتي ساحر فيفعل شيء غريب مستغرب ولكن يأتي ساحر أقوى منه فيفعل شيء آخر أقوى من السحر الذي عمله يعارض يعني يأتي بمثله أو أعظم من الشيء الذي هو عمله أكبر منه فهي سالمة من المعارضة بالمثل صالحة للتحدي يعني صالحة النبي يتحدى بها قومه النبي يتحدى بها قومه كذلك ما كان غريبا ومستغربا ليس وحصل على غير يد الأنبياء فهذا منهما يقال له كرامة كالذي يحصل على أيدي أولياء الله الصالحين الذين أكرمهم الله بهذه الكرامات بهذه الأمور كما حصل مع السيدة مريم عليها السلام السيدة مريم أم سيدنا المسيح كانت مسلمة ولية طقية هذه المرأة الصالحة السيدة مريم عليها السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب لذلك قال صاحب جوهرة التوحيد قال واثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامة لماذا لأن هذا ثابت بنص القرآن ما حصل مع أصحاب الكهف لما ناموا في كهفهم ثلاثمائة عام فهذه كرامة أكرمهم الله بها وكانوا أناسا صالحين فما يجريه الله على يد أتباع الأنبياء الصالحين هذا يسمى كرامة من الخوارق هذا يسمى كرامة ولا يسمى معجزة كذلك أيضا ما يظهر من الخوارق من الابتكارات الحديثة يعني مثلا أول ما ظهر الفكس كان شيئا مستغربا وشيئا عظيما ولكن هذا لا يسمى معجزة بل ظهر بعد ذلك ما هو أقوى منه وأعظم منه أولا ما ظهرت الطائرات كانت شيئا مستغربا شيئا عظيما ولكن ظهرت يعني صارت تحديث فيها حتى ظهر ما هو أعظم من الشيء الذي عمل أولا فهذا لا يسمى معجزة فالمعجزة تكون خاصة بالأنبياء صالحة للتحدي مؤيدة لدعواه يعني دليل على صدقه دليل على صدقه كأن الله يقول صدق عبدي فيما يبلغ عني كأن الله يقول صدق عبدي فيما يبلغ عني فلذلك قال وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو أكثر الأنبياء معجزات صلوات ربي وتسليماته عليه ورد عن سيدنا الشافعي رضي الله عنه أنه قال ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها فقيل له لقد أعطي يعني لقد أعطي موسى معجزة أنه كان يضرب الحجر بعصاه فكان يخرج منه الماء فقال لهم إن خروج الماء من الحجارة معهود الله قال وإن من الحجارة لما يتفجر فيخرج منه الماء إن خروج الماء من الحجارة معهود أما خروج الماء من بين أصابع النبي من بين اللحم والدم والعصب هذا أمر معجز هذا أمر أعظم فقد ورد في الحديث عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن الصحابة كانوا في غزة من الغزوات يعني وقل الماء معهم حتى النبي لما طلب ماء الوضوء ومعنا اتصال ألو شكرا يا فن فلما كانوا في الغزوة وقل معهم الماء والنبي طلب ماء الوضوء ليتوضأ فجاءوا له بشيء في الركوة أمامه فأراد النبي أن يتوضأ عليه الصلاة والسلام وسمع حركة في القوم سمع حركة شديدة فقال لهم ما بكم فقالوا يا رسول الله والله ليس لنا ماء إلا الذي بين يديك صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول سيدنا أنس قال فوضع النبي يده في الركوة قال فرأيت الماء يفور من بين أصابعه الشريفة كالعيون صلى الله عليه وسلم هذه أعظم هذه أعظم فحتى قيل سيدنا أنس كم كنتم يومئذ يعني قال لو كنا مئة ألف لكفانا في رواية كانوا ألف وثلاثمائة وفي رواية كانوا ألف وخمسمائة شربوا من هذا الماء الذي نبع من بين أصابع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذلك قيل له لقد أعطي عيسى معجزة إحياء الموت فقال لهم عيسى أعطي معجزة إحياء الموت وهذا أمر يعني إعادة الحياة إلى ما كان عليه أما الأعظم منها هي معجزة حنين الجذع لرسول الله صلى الله عليه وسلم معنا اتصال تفضلي أستاذ حنين ممكن بس تبعدين عن التلفزيون شوية وعليكم السلام ورحمة الله طيب هيدولك في الكنترول إن شاء الله شكرا يا فني فقال لهم إن معجزة حنين الجذع لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أعظم لماذا؟ لأن الميت الذي عادت إليه الحياة عاد إلى ما كان عليه أما الجذع الجماد الذي ليس فيه إدراكا ولا إحساسا الذي ليس فيه روحا أصلا الله خلق فيه الإحساسا فحن وأن لفراق النبي عليه الصلاة والسلام النبي لما كان يخطب المسلمين كان يستند إلى جذع نخلة في المسجد فلما كثر الناس جاءت امرأة من الأنصار وقالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا أفآمره أن يصنع لك من برا تقف عليه فقال لهم إن شئتم فاصنعوا فلما عملوا له المنبر وصعد النبي عليه صلى الله عليه وسلم إذا بهذا الجذع الذي كان يستند عليه إذا به يبكي بكاء حقيقيا ويئن لفراق النبي عليه الصلاة والسلام وما هدأ هذا الجذع حتى نزل النبي الرحمة المهدا نزل من على منبره الشريف فاحتضنه فالتزمه أي ضمه إلى صدره الشريف بأبي هو وأمي وقال والله لو لم ألتزمه لظل يئن إلى قيام الساعة لذلك قال بعضهم إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته فكم براحته قد رد من بصري صلى الله عليه وسلم معنا اتصال خلاص أجلوا الاتصالات فإن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته سيدنا عيسى كان يأتي إليه الأعمى فيضع الله له فيعود إليه بصره قال إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته فكم براحته قد رد من بصري صلى الله عليه وسلم فمن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه رد عين سيدنا قتاد بن النعمان ردها إلى مكانها حينما كان في الغزوة فأصابه سهم فسالت عينه على خده فأرادوا أن يقطعوها فقالوا حتى نأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أتوا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وضعها على كفه الشريف ثم أعادها إلى مكانها يقول سيدنا قتادة والله ما كنت أدري أي عيني أصيبت صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عظم قد رجاه محمد فأنا له فضلا لديه عظيما في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما ومن المعجزات العظيمة التي أيد الله بها نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه معجزة الإسراء والمعراج واليوم نتكلم عن الجزء الأول عن الإسراء يعني قدر المستطاع الإسراء هو السير ليلا الإسراء هو السير ليلا ولو نظرنا إلى الآيات المباركات الله بدأ القرآن بدأ الحديث عن هذه المعجزة قال سبحان الذي أسرى بعبده سبحان يعني تنزيه وتقديس لله السبح في اللغة معناه التباعد ومعنى سبحان الله أي باعده نزهه قدسه نزهه عما لا يليق به من صفات المخلوقين حتى قال بعض العلماء وهنا فائدة بدأ الحديث عن الإسراء والمعراج بالتنزيه سبحان السبح في اللغة معناه التباعد أي نزه الله نزهه عن كل ما لا يليق به من صفات المخلوقين قالوا بدأ بتنزيه الله سبحانه وتعالى حتى لا يتوهم متوهم أن النبي أسري به وعرج به لمقابلة الله في السماوات فالله سبحانه وتعالى لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان هذه عقيدة المسلمين هذه عقيدة المسلمين أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الشبيه والمثيل منزه عن الوالدة والولد منزه عن كل صفات المخلوقين فقال سبحانه ليس كمثله شيء والمكان من صفات المخلوقين والله منزه عنه الله سبحانه وتعالى ليس في مكان لا يحده مكان ولا يجري عليه زمان لأنه ليس جسما سبحانه وتعالى الله ليس كالهواء منتشر في كل مكان فالله سبحانه وتعالى ليس في مكان واحد ولا في كل الأمكنة ليس روحا ليس ريحا ليس نورا ليس ظلاما ليس كمثله شيء كل ما دار بالبال والخيال فهو بخلاف ذي الجلال والإنعام سبحانه وتعالى فهذا معنى سبحان الذي تنزيه وتقديس لله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين سبحان الذي أسرى بعبده يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ولقد ورد في الحديث أن سيدنا جبريل عليه السلام جاء إلى الحبيب المصطفى وقال له يا رسول الله أرسلني ربي إليك ويبلغك هل تحب أن تكون ملكا رسولا أو تكون عبد الرسول فقال بل عبد الرسول فمقام العبودية هو مقام التشريف والتعظيم مقام الصفاء والنقاء مقام الخضوع المطلق لله سبحانه وتعالى ونكتفي بهذا القدر على أن نلقاكم سبحان الله طيب الحمد لله سمحوا لنا بوقت آخر فسبحان الذي أسرى بعبده مقام العبودية هذا مقام تشريف لله سبحانه وتعالى مقام تشريف لسيدنا محمد مقام الصفاء والنقاء لنبينا صلوات ربي وتسليماته عليه فقال سبحان الذي أسرى بعبده يعني محمدا صلى الله عليه وسلم فالإسراء ثابت بنص القرآن والإسراء ليس رؤية منامية بل كان بالروح والجسد يقظة كان بالروح والجسد يقظة ليس رؤية منامية إذ لو كان رؤية منامية لماذا اعترض عليه كفار قريش لو كان لما تكلم معهم وبين لهم وعلى أنها رؤية منامية كما يزعم بعض الناس يقولون هي كانت رؤية منامية لا لو كانت رؤية منامية لماذا اعترضوا عليه فالواحد في المنام يستطيع أن يذهب إلى الشرق والغرب وإلى هنا وهناك ولا يستطيع أن ينكر عليه أحد فلماذا أنكروا عليهم أنكروا عليه لما عرفوا منه أنه يتكلم أن الذي حصل معه في اليقظة وقلنا هذا أمر خارق للعادة وهذا أمر خارق للعادة هذا معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم فالإسراء كان بالروح والجسد بدليل القرآن بدليل السنة بإجماع الأمة فمن أنكر الإسراء من كذب من أنكر الإسراء يكون قد رد نصوص القرآن ورد النصوص كفر والعياذ بالله تعالى يكون كذب القرآن ومن كذب القرآن لا يكون من المسلمين فينبغي أن ننتبه أيها الأحبة لأنه ثابت بنص القرآن الكريم فلا ينبغي أن فقط نأخذ الأمر على حسب ما تتصوره عقولنا بل الأمر بخلاف ذلك لأنه أمر خارق للعادة ثم مما حصل في الإسراء أن نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه لما جاء سيدنا جبريل وأضجعوا يعني أخذوا كان في بيت أم هانئ كان نائم بين عمه حمزة وبين سيدنا جعفر وجعفر أخو أم هانئ وحمزة هو عمهم جميعا فالنبي كان نائم بينهما قال ففرج سقف بيتي يعني جاء جبريل وفرج سقف البيت الذي كان فيه وهذا أمر خارق للعادة فلم يحصل تصدعاته ونحو ذلك ثم أخذ النبي من بينهما صلى الله عليه وسلم فأضجعه عند البيت الحرام وشق صدره الشريف وقال العلماء والعبرة من ذلك ليمتلئ وأفرغ فيه إيمانا وحكمة ملئ إيمانا وحكمة ليقال ليقوى قلبه وفؤاده على مشاهدة العجائب والغرائب في هذه الليلة لما سيحصل بعد ذلك ثم بعد ذلك جاء بالبراق والبراق دابة من دواب الجنة وكان يركبها سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ينتقل من العراق إلى مكة المكرمة لرؤية سيدنا إسماعيل والسيدة هاجر كما ذكر ذلك الأزرقي في كتابه تاريخ مكة فلذلك والنبي لما أراد أن يصعد على البراق على البراق وهو دابة من دواب الجنة تضح حافرها عند منتهى بصرها هذه الدابة لما أراد النبي أن يصعد عليها قال فاستصعبت علي ومعنى فاستصعبت علي الاستصعاب هنا ليس إباء يعني ليس معناه أنها يعني خافت من النبي أو أنها ما أرادت أن يركب عليها النبي بل قال العلماء البراق أصابته يعني أصابته شدة أصابته رجفة قالوا من الفرح والتيه والدلال من الفرح والتيه والدلال لذلك أدارها سيدنا جبريل وقال له اثبت أبي محمد تفعل هذا فوالله ما ركبك أحد أفضل وأكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم معجزة الإسراء هي تشريف وتعظيم وتكريم لنبينا صلوات ربي وتسليماته عليه وكأن لسان الحال يقول يا محمد لو أن أهل الأرض قد جفوك وآذوك وفعلوا بك ما فعلوا فإن أهل السماء وإن الأنبياء في انتظارك يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا تشريف وتعظيم وتكريم لرسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه وكذلك من الأمور التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما وصل إلى بيت المقدس جمع له الله جمع له كل الأنبياء وقدمه جبريل فصلى بهم إماما قال العلماء وهذا دليل على أن كل الأنبياء جاءوا بأصل واحد ودعوا إلى أصل واحد وهو لا إله إلا الله فكلهم دعوا إلى هذا الأصل هو توحيد الله وتنزيه الله سبحانه وتعالى هذا تعظيم وتكريم لرسولنا صلى الله عليه وسلم ومن الأمور التي رآها نبينا صلى الله عليه وسلم في طريقه أنه رأى الدنيا بصورة عجوز وذلك ديم على أنه ما بقي من الدنيا إلا قليل فلنتق الله عز وجل وأن نقدم إلى آخرتنا وأن نعمل ما فيه صلاحنا فلنتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدنا يا رسول الله وإن شاء الله نكمل معكم الحديث عن المعراج وشيء من الإصراء في الحلقة المقبلة فانتظرونا بإذن الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله